الآن فروا هارفين جيش يخوض معركته ببطون خاوية خبر بات عنوانا بارزا لإخفاق كبير يتقاسمه التحالف والشرعية الجيش الوطني يعاني من نقص حاد في التموين جيش يدعي الوقوف خلفه تحالف مكون من عشر دول بعضها هو الأغنى والأعلى تسليحا في العالم ويا لها من مفارقة الأمر بحسب موقع الجيش الوطني 26 سبتمبر استدعى اجتماع رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن طاهر العقيل وعدد من رؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع ورئاسة الأركان وعدد من قادة المناطق العسكرية لمناقشة وسائل مواجهة النقص الحاد في الغذاء والتموين الذي يواجه الجيش وسبل توفير البدائل بشكل عاجل وأن يصدر هذا الأمر من القيادة العليا للأركان لهو أمر جلل رغم الخبر الغجول لكنه لم يستطع حجب كارثة كهذه والتي باتت تشكل فضيحة سياسية في وجه التحالف وتفسيرا لعيز الشرعية عن استكمال عملية التحرير من أربع سنوات تقول المصادر إن جبهات كان يعول عليها كثيرا كصرواح ونهب بدأ سلاحها بالنقصان ويتحدث الجنود عن معارك خاضوها لكنها أخفقت أو توقفت نتيجة نفاذ الذخيرة غير أن ما هو أدها وأمر من ذلك أن المقاتل على الحدود السعودية غير المقاتل في سرواح أو نهب يظهر ذلك جليا من خلال طبيعة الدعم والإمداد والتموين العسكري وذلك بحسب الجهات المشرفة على الجبهات إذ يبدو الخلل هنا واضحا ففيما تحظى بعض الوحدات العسكرية بامتيازات كثيرة وصل بالأخرى أن دفعت بعض القادة العسكريين إلى منح الجنود إجازة لعدم قدرتهم على توفير الأكل والمؤونة لهم التموين العسكري للجيش الوطني بات لغزا يحير كثير ففيما يتحدث التحالف عن مليارات الدولارات ذهبت في حربه باليمن يقول الواقع العسكري إن معارك نه أخفقت نتيجة عدام الذخيرة لتأتي إجابات من الطرف الآخر عن أسماء لمتعهدين لتوفير مواد تموينية بعض الأسماء محاطة بتاريخ من الفساد هذه الأسماء باتت تطالب التحالف والشرعية بديون التموين العسكري وهي مبالغ طائلة تقدر بمئات ملايين الدولارات حلقة في مسلسل العبث ليس بالجيش وحده بل بمصير بلد ارتهن بأيدي حلفاء لا يرون فيه إلا ميدانا لمعركتهم على شكل واحد كأنهم ربوا في بيت واحد